اكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب وعضح البلاغ أن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية إذ يفيد القانون بأن الأموال الممنوحة للمغرب تحت البند الثالث ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء وذكر البلاغ أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسجل أنه يتعين على كاتب الدولة مواصلة تصوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وأشار بلاغ وزارة الشؤون الخالجية والتعاون الدولي من جهة أخرى إلى أنه في هذا النص الإدارة الأمريكية مدعوة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء من جهة أخرى أداف المصدر ذاته أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادق عليه من الرئيس الأمريكي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوما يصف الإجراءات المتخدة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية في إشارة واضحة لساكنة مخيمات تندوف بالجزاء إذا أعجبك الفيديو من قناتنا أخبار المغرب لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن بقناتنا وفعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة